وكما أن الطائرة لا تحلق بلا وقود والجندي لا يحقق النصر في المعركة بلا سلاح فكذلك العلمانية لا تتحقق إلا بأسس تقوم عليها أولها إقامة حاجز بين عالمين الروح والمادة وإقامة الحياة على أساس مادي ذلك أن العلمانيين يفرضون على المرء قوانين لا تناسب تكوينه الذاتي ولا تلائم فطرته القائمة على التوازن بين المادية الروحية فإنها تتعرض دائما للتمرض والعصيان كذلك تقوم العلمانية على أساس فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي وهم بذلك يفتحون المجال الانتماءات الطبقية والوضعية والقومية والمذهبية وغيرها والهدف من وراء هذا الفصل هو هدم العقيدة الصحيحة كما أن من أسسها كذلك تطبيق مبدأ النفعية البراجماتية على كل شيء وكما أن البراجماتية تقوم على إنكار ألوهية الإله وإنكار وجوده وتنكر الدين والأخلاق وتجعل المنفعة المادية العاجلة وحدها المسيطرة على هذا الإنسان وعلى الكون كله فكذلك العلمانية أيضا من أسسها لاعتماد على مبدأ الميكافلية في فلسفة الحكم والسياسية والأخلاق إن مبدأ الميكافلية يقوم على أن الغاية تبرر الوسيلة مهما كانت الوسيلة منافية للدين والأخلاق ومهما كانت حسنة أو سيئة وقد أعطى ميكافللي صاحب كتاب الأمير الشرعية للوسائل الخسيسة التي يستخدمها الحكام من كذب وغش وخديعة وقتل وسفك للدماء والقرن العشرون خير نموزج على ما نقول كذلك من هذه الأسس التي قامت عليها العلمانية نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وهدم كيان الأسرة إن تحرر المرأة الذي تسعى إليه في عصرها الحديث ما هو إلا تفلت من القيم والمعايير لذلك تحللت المرأة من قيودها وفي مقدمتها الدين وقيود الأخلاق وطالبت بالمساواة مع الرجل فرفضت أن يكون قيما عليها ومن هنا انشغلت عن مهمتها الأولى في تربية النشء وتفككت الأسرة وانحل البيت وتشرد الأطفال بهذا تم الوقوف على أسس العلمانية